اعتبر مسؤول أمريكي إعادة تصنيف ميليشيات الحوثين لقائمة الإرهاب بتأمرا لا غنى عنه للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إذا ما أرادت حقن دماء اليمنيين وأشدد السفير الأمريكي السابق لدى اليمن فايرستاين في مقال صحفي على ضرورة الإقرار بأن هذه الجماعة تشكل الطرف المتعنت الذي يعرقل كل الجهود المبدولة لبلورة تسوية عبر التفاوض ما يعني أنه يتعين ممارسة ضغوط عليها بكل الوسائل لإجبارها على التخلي عن الخيار العسكري والعودة إلى طاولة الحوار